مرحبا وضحياتي للجميع وصل لاجئا إلى مدينة نيويورك الأمريكية هرب من النازية في ألمانيا وكان فتى يافع واستطاع أن يقفز من مجرد مجند عادي في الجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية إلى رتبة مساعد للجنرال أمر الفرق العسكرية على الجبهة بعد هوا بسرعة قياسية برز كأحد أهم أساتذة العلوم السياسية في جامعة هارفرد ومن ثم استطاع أن يتحول من أستاذ جامعي أكاديمي إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي وبعدها إلى وزير الخارجية طبعا يصبح واحد من أهم مزراء الخارجية في التاريخ أتحدث هنا عن هنري كاسنجر وزير الخارجية الأمريكي الشهير وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمفكر والفيلسوف والكاتب والمؤرخ والسياسي والدبلوماسي المحنك والذي لقب بميكيافيل العصر الحديث ولقب بميترنخ القرن العشرين لبل أطلق عليه سواء أصدقائه أو أعدائه ألقاب عديدة جدا فلقب بالساحر لقب بالثعلب الثعلب السياسة الخارجية حتى لقب بالمخادع وبالمتلون وحتى بالمجنون إن أردتم وبداية في هنري كاسنجر من موليد عام 1923 طبعا ولد في ألمانيا لعائلة يهودية ألمانية وتميزت طفولة كاسنجر بعدم الاستقرار أو الأطمئنان إذ كان طفول يهودي في وقت كانت الحركة النازية قد بدأت تنشط في ألمانيا وطبعا تبث خطاباتها المعادية لليهود والسامية فمثلا وكما يخبرنا هو بنفسه كان في تلك الفترة في المدرسة يتعرض للتنمر أحيانا وأحيانا للسخرية وأحيانا حتى للضرب فقط لكونه يهودي طبعا في ظل خطاب الكراهية خطاب الكراهية ضد اليهود وضد السامية وطبعا بعدها تفاقم الوضع أكثر سأل وضع أكثر إلى أن هجرت العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1938 وكان كيسنجر في حوالي الخامسة عشرة من عمره طبعا في أمريكا بدأت صفحة جديدة في حياة كيسنجر فالتحق بداية بجامعة نيويورك وكانت أوضاع العائلة الاتصادية صعبة جدا ولذلك سجل في الفترة المسائية لأنه بكل بساطة كان يعمل في النهار لتأمين مصاريف الجامعة وفي بداية الأربعينيات استدعية للخدمة العسكرية وواقعا شارك في الحرب العالمية الثانية كجندي مقاتل واستطاع أن يحقق خلال الحرب إنجازات فردية عديدة حتى بعد الحرب عاد إلى ألمانيا وخدم كضابط في الاستخبارات الأمريكية بعد الحرب التحق بجامعة هارفورد بعد أن تحصل على منحة دراسية مجانية من ولاية نيويورك وفعلا درس في الجامعة إلى أن تخرج منها وإلى أن نال بعد ذلك درجة الدكتورة وكانت أطروحة كيسنجر عن فلسفة التاريخ تحديدا عن سياسات القرن التاسع عشر في أوروبا بعدها عينة كأستاذ للعلوم السياسية وبعدها عينة في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وبعدها كمستشار للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي وبعدها كوزير للخارجية وذلك في عام 1973 طبعا هنري كيسنجر ما يزال على قيد الحياة وتخطى عمره المائة سنة لهنري كيسنجر مؤلفات كثيرة جدا وعدد هائل من المقالات يعني نذكر منها على سبيل المثال الحصر هناك مثلا كتاب الأسلحة النووية والسياسة الخارجية هناك كتاب النظام العالمي كتاب جد مهم أيضا عصر الذكاء الاصطناعي والمستقبل البشري أيضا كتاب القيادة ست دراسات في الاستراتيجية العالمية كذلك كتاب استعادة العالم كتاب حول الصين أو على الصين وكتاب تدريس المنطق السليم وطبعا يعني غيرها من أعمال عديدة طيب سأحاول أن أقدم لمحة عن المنطلقات والمبادئ الأساسية للفكر السياسي عند كيسنجر طبعا بحسب رؤيتي وفهمي المتواضع لها من دون أن أغوص كثيرا في الوحول السياسية أو في وحول السياسة العالمية أو الدولية فبداية في الواقع هنري كيسنجر ليس مجرد سياسي ودبلوماسي بارع وناجح طبعا في مجال السياسة الخارجية تحديدا بل واقعا كيسنجر مفكر وفيلسوف مفكر وفيلسوف اهتم بعلمي السياسة والتاريخ وقدم نظريات وأفكار فيما خص السياسة الدولية كانت ومازالت مؤثرة بشكل أو بآخر داخل أروقة صنع القرار في أمريكا وبالتالي تركت بصمة لا تمحى أنصح التعبير في ميدان السياسة الخارجية وفي مجال العلاقات الدولية طبعا أفكار ونظريات كثيرة جدا يعني كمثل نظريات كيسنجر حول دبلوماسية الخطوة تلو الأخرى أو حل الأزمات خطوة بخطوة كما عرفت كمثل فكرة تفكيك الأزمات الكبرى إلى عناصرها الأولية وطبعا العمل على أجزائها بشكل منفرد ومن ثم إعادة تركيبها أيضا كمثل فكرة إقامة سلام عالمي دائم يرتكز على توازن القوة والردع وكمثل نظرية إدارة النزاعات بدل حلها بمعنى سياسة اتخاذ القرارات بغرض الإبقاء مثلا على الأوضاع الراهنة كما أن هنري كيسنجر هو عراب ما يعرف مثلا بسياسات الاحتواء وبعملية بناء الجسور مثلا إلى آخر وفي الواقع يطلق على الفكر السياسي لكيسنجر اسم السياسة الواقعية الريل بوليتك فكيسنجر مفكر واقعي إلى أقصى حدود الواقعية طبعا في المجال السياسي وبالتالي يعني كما ميكيا فيلي من قبل فالعناصر الأخلاقية والمثالية لا تدخل عند هنري كيسنجر في بازار الحسابات السياسية إن صح التعبير طيب إذا عدنا إلى البدايات وإلى المنطلقات الأساسية لفكر كيسنجر السياسي فعندما بدأت تتبلور التوجهات الفكرية عند كيسنجر طبعا في الفترة الجامعية كان واقعا متأثرا بالفكر الأوروبي وبالمذاهب الأوروبية يعني أكثر من تأثري بالفكر الأمريكي واتجاهاته يعني مثلا لم يكن متأثرا إلى حد التماهي لنقل بالبراغماتية الأمريكية على الرغم من أن فكر كيسنجر في نهاية الأمر براغمات الطابع أيضا لم يكن متأثرا بمثلا توماس جيفرسون أو بماركت وين وآخرين يعني كأي شاب أمريكي آخر بل واقعا كان كيسنجر متأثرا بالفلاسفة الألمان وبالفلاسفة الأوروبيين بالقادة الأوروبيين في المجال السياسي كان متأثرا بهيجل ببيسمارك بميترنيخ وحتى في المجال الأدبي أو على المستوى الأدبي كان يفضل الأدب الأوروبي على الأدب الأمريكي كان عاشق لكتابات دوستيوفسكي أيضا ومن واقع تخصص كيسنجر في التاريخ طبعا أولى مسألة التطور التاريخي في المجال السياسي أولى هذه المسألة العناية الكبرى واهتم في فترة الجامعة بأطروحات هيجل وإيمانويل كونت وشبينجلر يعني مثلا لم يوافق على أفكار شبينجلر حول الدورة الحضارية وفكرة تعاقب الحضارات وموت الحضارات كعملية حتمية كما يراش بينجلر أيضا مثلا انتقد أحكام إيمانويل كونت الصارمة أحكام كونت التي طبعا تأخذ كما هو معروف شكل الواجب الصارم لأنها كما رأى كيسنجر لا تعطي مساحة للاختيار عند الإنسان ولأنها تقيد في مكان ما الفعل الإراضي عند الإنسان لكن بالمقابل سنجد بأن كيسنجر سيستلهم الكثير من الأفكار والمبادئ من الفيلسوف الألماني العظيم هيجل فكيسنجر واقعا درس الجدل عند هيجل دراسة معمقة وكان يرى أن العملية الجدلية عند هيجل يعني هي نموذج لما عليه الواقع السياسي الدولي من حيث أن الواقع السياسي الدولي هو أيضا واقع قائم على فكرة الصراع والتجاذب بين أنظمة متناقضة بشكل كامل يعني تماما كما هو الحال في صراع المتناقضات داخل العملية الجدلية عند هيجل هذا الصراع للمتناقضات والذي يعني يوفر في نهاية الأمر نوع من التوازن طبعا يتولد عنه بعد ذلك مركب مركب يمثل دينامية خلاقة وذلك عندما طبعا يرفع هذا المركب يرفع الصراع أو الأزمة مثلا إلى مستوى أعلى ومن وحي هذه الأفكار الهيجلية بين قوسين سعى كيسنجر لتصبح فكرة تعايش أنظمة متناقضة طبعا من ضمن توازن قوى معين يعني فكرة ممكنة وترجم هذا المسعى من خلال جهوده الدبلوماسية مثلا بين الاتحاد السوفيتي السابق من جهة والولايات المتحدة الأمريكية طبعا من جهة أخرى وحتى بين الصين وأمريكا وكانت المحصلة يعني مرحلة من الوفاق في زمن الحرب الباردة هذا الوفاق الذي يعني لن يتحقق برأي كيسنجر أو هذا الوفاق الذي يعني ما كان ليتحقق برأي ثعلة بالسياسة الخارجية كيسنجر إلا في حالة وجود توازن حقيقي للقوة والردع أيضا استلهمة من هيجل فكرة أنه في كل عصر ستبرز حضارة ما أو شخص ما أو قوة ما يعني كما قال هيجل سيكون من واجبها مثلا قيادة العالم والحفاظ على روح التاريخ وحتى مقله للغير يعني حتى لو لم تكن هذه القوة مدركة لأبعاد وغاية هذه المسئولية الكبرى وفي الواقع هذا ما رأاه كيسنجر في الولايات المتحدة الأمريكية كان لديه إيمان بأن أمريكا أو بأن هناك مسئوليات عالمية ملقاة على عاطق الولايات المتحدة الأمريكية سواء أرادت ذلك أم لا طبعا من وحي هذه الفكرة لهجل كما تأثر كيسنجر كما ذكرت سابقا بالفكر السياسي لميترنيخ أو مترنيش طبعا السياسي النمساوي ووزير خارجية الإمبراطورية النمساوية في حينه وواحد من أبرز سياسيين قرن التاسع عشر فمثلا السلهمة كيسنجر من مترنيخ طبعا العديد من الأفكار والنظريات المختلفة من مثل تشديد مترنيخ على كون المحادثات هي السبيل الوحيد لحل النزاعات بين الدول طبعا بدلا من اللجوء إلى الحرب أو إلى الصدام المسلح على أن مترنيخ أيضا شدد على أن تستخدم الدول القوية خاصة في محادثاتها سياسة الترغيب والتهديد يعني بمعنى سياسة التلويح بالعصى بيد مثلا وبالحلوى مثلا باليد الأخرى طبعا تجنبا لوقوع مثلا صدام أو مواجهة مباشرة وفعلا اتبع كيسنجر هذا المبدأ في أغلب المحادثات التي أجرها في أماكن متعددة من العالم ومنها طبعا منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال لكن مع لاحظ كيسنجر لمسألة مهمة جدا هي مسألة تغير الواقع الجيوبولوتيكي الذي تشكل طبعا بعد الحرب العالمية الثانية ففي زمن مترنغ كان هناك صراع في أوروبا طبعا بين قوى عظمة متعددة أما في عصر كيسنجر فكما هو معروف انحصر الصراع بين قوتين عظميين فقط هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أو بين المعسكرين يعني الشرقي والغربي كما جرى في فترة الحرب الباردة طيب في جانب آخر من جوانب الفكر السياسي لكيسنجر خاصة في مجال السياسة الخارجية فسنجد أنه كان يؤمن بأن الفلسفة والتاريخ هما الأساس لفهم الحاضر واستشراف المستقبل وهذا كان واقعا رد كيسنجر على طالب في هارفرد أثناء إحدى الندوات عندما سأله ذلك الطالب أنه ما هي المواد التي يجب أن يركز عليها إذا ما كان يأمل في أن يتحصل مثلا على منصب كمنصب وزير الخارجية وأن يكون ناجحا طبعا فأجابه كيسنجر بكلمتين فقط قال له عليك بالفلسفة والتاريخ وفي الواقع أعطى كيسنجر لدراسة التاريخ السياسي أهمية كبرى لأنه كان يؤمن بأن الفهم العميق للتاريخ وللعملية السياسية التاريخية سيساهم في فهم أكبر للواقع السياسي طبعا للواقع السياسي الراهن فقد كان لدى كيسنجر لنقل اعتقاد راسخ بأن الحاضر صحيح لن يكرر التاريخ بحذافيره كما هو ولكن الحاضر حتما سيشبه التاريخ في مكان ما كان يعتقد بأن كل الحالات المعاصرة والراهنة هي في مكان ما تشبه حالات مرت سابقا في التاريخ ولذلك كان يشدد على أهمية دراسة التاريخ من أجل الوقوف على أسباب مثلا نجاح الأمم والدول والقادة وأيضا من أجل الوقوف على أسباب فشلهم طبعا محاولا للخروج بدروس مستفادة يعني ممكن أن تطبق على الحاضر لأن التاريخ عند كيسنجر ليس مجرد وقاع تاريخية ميتة مثلا والتاريخ السياسي عند كيسنجر ليس مجرد أقوال مأثورة للقادة من أجل التغني بها على حد تعبيره لا التاريخ بحسب كيسنجر يمكن أن يبين لنا جملة من الأمور الجد مهمة فيمكن للتاريخ أن يبين لنا مثلا طيب عواقب حالات وأزمات معاصرة على ضوء حالات تاريخية مشابهة ويمكن أن يبين لنا التاريخ مثلا طيب عواقب إجراءات معينة قرارات معينة طبعا في الحاضر على ضوء يعني قرارات مماثلة تاريخية وهذا واقعا ما طبقه هنري كيسنجر بمعنى أنه كان يقارب أي أزمة أو أي تحدي مثلا أو أي حالة سياسية معاصرة كان يقاربها على ضوء دراسة حالات تاريخية شبيهة بها يعني كان يتعامل مع الأزمات السياسية المعاصرة له انطلاقا من دراسة حالات تاريخية مماثلة حدثت في التاريخ هذه الدراسة التي كما كان يعتقد ستمكنه مثلا من الوقوف على الأبعاد والأخطار المحتملة ربما على طرق العلاج المناسبة أو على الأقل لتحديد مثلا مجموعة الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الأزمة أو تلك وبالتالي تحقيق مثلا إنجاز ما هنا أو على الأقل تجنب خطر محدق ما هناك فهذا هو المنهج الذي اتبعه هنري كاسنجر في مقاربة الأزمات السياسية انطلاقا من دراسة حالات تاريخية شبيهة بها أو حالات تاريخية مماثلة وفعلا استلهم كاسنجر استلهم التاريخ وطبقه على عديد الأزمات والحالات السياسية يعني على سبيل المثال للحصر فمثلا عندما سعى الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول طبعا في حقبة الستينيات من القرن المنصر فعندما سعى ديجول للابتعاد عن النفوذ الأمريكي وطبعا أيد قيام وحدة أوروبية كتجسيد أو كتعبير عن قوة ثالثة في مواجهة المعسكرين السوفيتي والأمريكي طبعا انطلاقا من شعور قوي عند ديجول شعور قومي بهمية فرنسا ومركزها مثلا وارثها التاريخي فهنا في حالة ديجول طرح كاسنجر واقعا أفكار مهمة جدا للتعامل مع سلوك وطموحات الرئيس الفرنسي وهذه الأفكار استلهمها من دراسة حالة تاريخية شبيهة حالة تاريخية ممثلة هي حالة القائد الألماني بيسمارك الذي ألضا أراد في زمنه تحقيق ما اعتبره مكانة بروسيا ألمانيا طبعا في أوروبا والعالم فدرس حالة بيسمارك وخرج بعدة أفكار طرحها للتعامل مع الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول أيضا مثلا عندما اشتاحت أمريكا هستيريا معرفة بالحالة المكارثية وهي حركة التصدي الشيوعية والفكر الشيوعي طبعا في الداخل الأمريكي يعني حتى لو كان هناك تعاطف من شخصية ما مع الشيوعية حتى لمجرد التعاطف كانت هذه الشخصية تلاحق مثلا وتحاكم إلى آخره طبعا الحركة المكارثية كانت بقيادة السناتور الأمريكي مكارثي ولذلك سميت بالمكارثية هذه الحركة التي واقعا اتسمت بالتعصف بالشمولية في مكان ما وبالتالي أثارت الرعب في داخل الأوساط الثقافية والفكرية والسياسية في أمريكا فهنا أوضا درس هنري كاسنجر درس المكارثية على ضوء حالة تاريخية مماثلة هي النازية وعقد مقارنة بين الحالتين ثم طبعا حذر الأمريكيين بأن الرضا الذي يشعر البعض به جراء الحالة المكارثية ومسألة التصدي للشيوعية يعني هو نفس الرضا الذي شعر به الألمان في بدايات الحركة النازية طبعا قبل أن توصلهم هذه الحركة إلى دولة شمولية ديكتاتورية يعني دمرت كل شيء على حد تعبير كسجر أيضا مثلا قارب الصراع الدائر في أوروبا في حينه بين المعسكرين الشرقي والغربي والتي طبعا تفاقم منذرا بعواقب وخيمة جدا فقارب هذا الصراع القائم والدائر من خلال نموذج تاريخي شبيه في مكان ما ففي فترة ما بعد الحروب النابوليونية في أوروبا بعد هزيمة نابوليون عقد في العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر مؤتمر عرفة بمؤتمر فيينا وطبعا ضم يعني كل القوى الأساسية الكبرى الأوروبية والتي طبعا برزت بعد انتهاء حقبة نابوليون وبالمناسبة أدار هذا المؤتمر النمساوي ميترنخ فاستطاع هذا المؤتمر أن يحقق توازن بين القوى الأوروبية الكبرى وبالتالي أسسها لمرحلة جديدة في أوروبا أسسها ومن ضمن حالة الاختلاف بين هذه القوى لحالة من الاستقرار والسلام الدائم في أوروبا والذي واقعا لم ينهار إلا عند نشوب الحرب العالمية الأولى ومن ثم سعى لإقامة شيء شبيه فيما خص الصراع الدائر في أوروبا بين المعسكرين الشرقي والغربي وبالفعل أثمرت جهوده في تحقيق حالة من السلام وحالة من الوفاق مثلا وإدارة الأزمة ما بين أمريكا والسوفييت وواقعا هذا النضج الذي أظهره كاسينجر في هذه القضية بالتحديد يعني مثلا أدى إلى استبدال كل تلك الحملات الدعائية العدوانية من الإدارة الأمريكية ضد الشيوعية استبدلتها بممارسات برغماتية مرتبطة بالقوة والمصلحة يعني كما نصح كاسينجر طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا لكن كي لا نطيل فهذه كانت لمحة مجرد لمحة عن المرتكزات الأساسية للفكر السياسي عند هيري كاسينجر الوزير الفيلسوف الذي واقعا دعا لنظرة فلسفية عميقة في عملية صنع القرار السياسي والذي فلسفة السياسة الخارجية بشكل أو بآخر والذي انتهج الواقعية البرغماتية طبعا هذه الواقعية البرغماتية القائمة عند كاسينجر على سياسة القوة والتوازن والقائمة أيضا على مبادئ ميكيافلية في مكان ما لأن كاسينجر كان يؤمن بأن صاحب القوة هو صاحب الحق من يمتلك القوة يمتلك الحق وكان ينصح كل من يقحم الاعتبارات المثالية أو الأخلاقية مثلا أو حتى الدينية في المجال السياسي كان ينصحه بأن لا يعمل في السياسة واستفاد كما مر معنا من دراساتها التاريخية في مقاربة وفهم الحاضر واستشراف المستقبل وأصلا يعني كاسينجر كان دائما ما يردد عبارة قالها وينستون شرشل في يوم من الأيام وهي أنني كلما أطلت النظر إلى الوراء كلما أحسنت النظر إلى الأمام وشكرا وعذرا عن الإطالة وإلى اللقاء